يوم بلد نتكلم خليمتي هناك كاميرات في السجون تصور الانتهاكات اللي تحدث للنزلاء باعتقادك هناك أحد من يتلاعب بمحتواها نحن نشوفها أصلا آخر سجن صار بالتاجي اسمحي لي أوضح لك أولا قضية التاجي هذا كانت خرق وتصوير في الموبايل نعم لدينا منظومة كاميرات متكاملة في جميع السجون وهذه المنظومة مربوطة بشكل مركزي وتنقل الداة والصورة إلى مقر الوزارة لدينا مركز مراقبة بالإضافة إلى داخل السجون في مقر الوزارة فبالتالي عملية التلاعب أو مسح محتوى الكاميرا هذا صعب جدا نحن لا ندعي بأن جميع العاملين في وزارة العدل لا توجد لديهم انتهاكات أو خرقات أو ادخال معامل وزارة العدل يعني أقرت بوجود هذا الشيء مع 23 ألف نحن لدينا أكثر من 23 ألف بين منتسب وبين حارس إصلاحي نتعرفين بأنه كل شهرين ثلاثة يتم عزل بحدود من 15 إلى 20 يعني حارس إصلاحي أو مولف قد تورط في إدخال ممنوعات أو قام بعمليات يعني عمال خطرة أو عمال أمنية المحاسبة مستمرة في هذا الجانب لكن أيضا أريد أن ألفت نظر يعني المشاهدين والمتابعين والمراقبين بأنه لا يمكن أن نحمل جميع هذه الأمور وزارة العدل هذه السجون هناك لها أطواق أمنية خارجية على الأقل طوقين أو ثلاث حسب طبعا أهمية وخطورة السجن وهذه هي ليست من خلال يعني من من مسؤولية وزارة العدل لذلك نحن عملنا تضامن مع هذه الأطواق الأمنية ومسؤوليتنا تضامنية في عملية التفتيش وتفتيش حتى لا يوجد لدينا اليوم يعني حصانة أمام أي موظف أنا كوني مدير عام إذا كنت أريد أن أذهب إلى السجن يجب إخبار هذه الأطواق الأمنية وهي ليست لوزارة العدل إلى جهات أمنية يعني تتحمل مسؤولية يجب إخبارها هذه هي النقطة المهمة نحن في عملية يعني صراع دائم في مجابهة التحديات وإيجاد الحلول الممكنة في هذا الجانب نعم تفضل